اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في الحدث الذي يعقد في اطار المنتدى تحت عنوان الطريق الى الدورة السابع والعشرين لمؤتمر اطراف اتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الاوسط وشمال افريقيا حذر قادة اوكرانيون من وضع مؤلم وصعب في مدينة سيفيرو دونتسك وهي واحدة من اخر المدن الكبرى في مقاطعة لوهانسك الشرقية والتي لا تزال تحت سيطرة كييفا وصرح حاكم المنطقة بان المدينة اصبحت ماريوبول جديدة مشيرا الى ان المدينة ستصبح معزولة تماما خلال ايام قليلة مع محاولة القوات الروسية تطويق المدينة الاستراتيجية للسيطرة على لوهانسك قال الرئيس الاوكراني فلودمار زيلينيسكي انه مقتنع بان بلاده كانت منذ فترة طويلة جزءا من اوروبا مشيرا الى انه يتطلع الى الحصول على وضع مرشح لعضوية الاتحاد الاوروبي في يونيو المقبلة اوضح زيلينيسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي في كييف ان المسائل البيروقراطية والفنية ضرورية للحصول على العضوية الرسمية وان الاوكرانيين بحاجة الى سفراء اقوية لتخطي هذه المسائل موضحا انه يعتبر بولندا احد هؤلاء السفراء قال الممثل الاعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية بالاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ان تكتل يحتاج الى قوات مسلحة اوروبية لضمان امنه واضف بوريل ان البيئة الامنية الجديدة تظهر ان الاتحاد الاوروبي يجب ان يتحمل المزيد من المسئولية عن امنه كما اعلن ان مغزون المعدات العسكرية لدول الاتحاد الاوروبي قد استنفذ فيما يتعلق بتقديم المساعدة لاوكرانيا اعلنت الامم المتحدة ان العملية الروسية في اوكرانيا تسببت في زيادة عدد النازحين قصرا حول العالم الى اكثر من مئة مليون شخص وذلك للمرة الاولى اعلى الاطلاق وقالت مفاوضية الامم المتحدة لشؤون الذين في بيان ان عدد الاشخاص الذين اكبروا على الفرار من الصراعات والعنف وانتهاكات حقوق الانسان والاضطهاد قد تجاوز الان مئة مليون للمرة الاولى على الاطلاق مدفوعا بالازمة في اوكرانيا وغيرها من النزاعات المميتة اعلنت مدرية الدفاع المدني العراقية اعداد خطة لمواجهة اي طارق خلال العاصفة الترابية التي من المتوقع ان تضرب البلاد الاثنين ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير اعلام الدفاع المدني العميد جودة عبد الرحمن قوله ان المدرية رفعت من جهزيتها في بغداد والمحافظات واعتمدت على اجراءات سابقة بنشر اسعافات الدفاع وسيارات الانقاذة الصغيرة والفرق الطبية في الاماكن العامة والساحات المزدحمة حتى تستطيع تقديم الاسعافات للمواطنين ونقل الحالات المستعصية اندعت اخبار الموجز الاغباري وللمزيد من الاخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترا نيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الظاهر على الشاشة كنت معكم انا سارة عبدالله شكرا على طيبة المتابعة وإلى اللقاء